من القاهرة ينضم إلينا أحمد بان البحث في شؤون الجماعة المتضرفة أستاذ أحمد مرحبا بك أي شكل وأي أسلوب يعتمد عليه الأخوان من أجل العودة إلى مصر تحية لك أستاذ حسين والأستاذ المشاهدين أهل وستهين ينبغي التأكيد على جملة أمور كثير من الأخبار المتداولة عن تنظيم الأخوان تكون من قبيل التضليل الإعلامي وإشاعة حالة من حالات السقة في قدرة التنظيم على استعادة وجوده وتأثيره في المشهد السياسي المصري نحن الآن نعيش ذكرى مرور عشرة أعوام على انتهاء وجود الإخوان في حكم مصر عبر ثورة شعبية وعكست رفض المجتمع المصري بكل أطيافه لهذا المشروع التخريبي الذي انطلق من مصر وحاول أن يبدد سلام وأمن كل الإقليم فكرة أننا بصدد محاولة جديدة للعودة يجب أن ننظر إليها في إطار عدد من الحقائق أول هذه الحقائق أن تنظيم الإخوان اكتسب قدرته على التأثير في المشهد السياسي المصري أو في غيرها من البلدان عبر تنظيم مركز صارم يدين أعضاءه بالسمع والطاعة في صيغة أقرب إلى صيغة الجيوش هذه الصيغة انهارت تماما عبر تجربة حكم مصر وانهارت في العديد من دول العالم العربي التي شهدت أيضا سقوط تجربة هذا التنظيم لذلك نقول ونحن مطمئنون إلى حد كبير أننا أمام محاولة إعلامية لاستعادة الظهور وليس أكثر ليس بإمكان لا مركز بحثي ولا عدد من مراكز بحوث ولا كل مراكز البحوث في العالم أن تصمم خطة استراتيجية تعيد الإخوان أو تعيد موضعة الإخوان في المشهد السياسي المصري عبر عقود طويلة اعتمد الإخوان على فكرة المظلومية التاريخية وعلى فكرة أنهم لم يختبروا أبدا في حكم قطر من الأقطار العربية لكن بعد تجربة السودان التي استمرت سلاسة عقود وعايننا إلى أين انتهت ثم التجربة تجربة الإخوان في مصر التي عاينها العالم كله عبر عام تأكد للضمير الجمعي في العالم العربي حقيقة هذا التنظيم وبالتالي ليس بإمكان لا مركز بحثي ولا دولة ولا عدد من الدول ولا قوة كبرى في العالم أن تعيد تعويم هذا التنظيم على نحو جديد التنظيم لازال منقسما إلى خمس مجموعات وليس مجموعتين أو سلاس وبالتالي ليس بالإمكان إعادة ترميم هذا التنظيم وإكسابه الحيوية اللازمة لعوداته للمشهد السياسي المصري أو لأي مشهد عربي في قابل الأيام طيب أستاذ أحمد كذلك التفاهمات الأخيرة بين الدول مثلا أنقرة والقاهرة إلى أي حد بالفعل أثر على سلوكيات التنظيم وبدأ يحسب حسابا للتفاهمات الأكبر والمستقبل وبالتالي لا بد من تغيير السلوك لديه أو أن ذلك ليس في أدبياته لن يتغير السلوك حتى وإن كانت هناك علاقة جيدة ما بين أنقرة والقاهرة يعني أتصور أن ما يحكم العلاقات بين أنقرة والقاهرة هو المصالح السياسية والاقتصادية وفي هذا السياق ورقة الإخوان ليست ورقة مركزية ولا يمكن المساومة بها أو التعاطي بها بين الطرفين نحن أمام ورقة محروقة أو كرت محروقة يدرك الإخوان جيدا أنهم لم يعد بالإمكان حصول على هذا الدعم الذي كانوا يحظون به في فترات سابقة عندما كان يستخدم النظام التركي هذه الورقة لأسباب شعبوية أو لأسباب طموحات سياسية أكبر من قدرات والآن باتت القيادة التركية تحت وطأ ومطارق الواقع الاقتصادي والسياسي المتأزم عبر السنوات الماضية أن هذه الورقة لا تصلح كما أن الإخوان لا يصلحون للعب بهم بالنظر إلى أنهم لم يحققوا أي شيء لمن رهنوا عليهم وبالتالي أدرك الإخوان أنه لا يمكن الاعتماد كثيرا على علاقات سيئة بين تركيا ومصر ولا يمكن الاعتماد على دعم كامل من القيادة التركية آخر ورقة مثلا أن دعية وجدي غنيم المعروف بفتواه التكفيرية حاول أن يحصل على الجنسية التركية لكنه لم يحظى ورفض طلبه ودعيها إلى الخروج من تركيا تركيا الآن حريصة على علاقتها مع الدولة المصرية تخطب ودها وبالتالي ستتعاطى بجدية مع أي مطالب تتعلق سواء بتسليم عناصر أو عدم توفير الدعم الإعلامي واللوجستي لعناصر الجماعة في حربها على الدولة المصرية طيب كذلك أستاذ أحمد أسأل إذا كان الاعتماد بالفعل على الأبناء والأحفات من الممكن أن يأتي بنتيجة بالنسبة لسلوكيات التنظيم خاصة وأن أفكارا قد تكون مختلفة بالنسبة للأبناء من يحملون الجنسيات من تربوا في المجتمعات الغربية أو أن لا يعني ما أسس عليه الأبناء سيكون مفيدا للأباء يعني من أهم سمات هذا التنظيم أنه لا يورس قيم إيجابية ولا يدعو عناصره للتفكير أو التعاطي مع الواقع أو القدرة على التعاطي بمرونة مع التغيرات السياسية أو التغيرات الاقتصادية والاجتماعية بل هو يقف في مكانه ولا يتحرك لم يجري أبدا مراجعات على أي مستوى تمكنه من بناء استراتيجية صحيحة في التعاطي مع المجتمعات أو الحكومات بل لا زال حريصا على ترديد ديباجات المحنة وغيرها وبالتالي ليس بالإمكان إعادة تعويمه سواء عبر قيادات جديدة أو عبر عناصر جديدة أبناء القيادات هم أشخاص معروفون لدى أجهزة الأمن وأجهزة الأمن لديها ملفات واضحة عنهم سواء حصلوا على جنسية دول أخرى أم لم يحصلوا وبالتالي هذه الورقة لا أتصور أبدا أن تكون من الأوراق المطروحة للتأثير في المشهد المصري أو إعادة التموضع للإخوان من جديد نحن أمام رفض مبتمعي واسع وليس فقط رفض مؤسسات الدولة أو النظام السياسي وبالتالي لا أبناء القيادات ولا شخصيات معماء أو مجهلة قد تفلح في إعادة تعويم الجماعة أو مقولتها أو مشروعها السياسي طيب كذلك أستاذ أحمد يعني مسألة التمويل والنزاع على يعني المصادر مصادر تغذية الإخوان وهذه الجماعة ونزاع ما بين جبهة إسطنبول وجبهة لندن إلى أي حد بالفعل أثر على مشهد الجماعة ككل ما أثر على مشهد الجماعة ككل هو هذا الانقسام التنظيم الواسع وهذا السخوط الأخلاقي في التراشق وتبادل التهم خصوصا ما تعلق منها بالزمم المالية وتبديد أموال الجماعة والصرف بدون حساب من قبل بعض القيادات دون وجود أي آلية للرقابة على هذه الأموال هذا ربما العامل الأكثر حسما في تقرير مستقبل هذا التنظيم الصراع نحن أمام دولاب مصالح وأموال ضخم تتصرع عليه جبهات مختلفة وهذا ما أسقط هيبت هذا التنظيم وأسقط مشروعه في عيون عناصره أو حتى في عيون من تعاطف معه في السابق طيب إذن الوضع الحالي أستاذ أحمد في أقل من دقيقة بالنسبة للإخوان يعني ما من طريقة للعودة إلى مصر حتى في مسألة الحوار الأخير يبدو كانت هناك إشارات ومنسقوا الحوار قالوا بأنه لا يمكن القبول بهم يعني في ظل هذا الانقسام لازالت هناك جبهات داخل التنظيم تحاول أن تغازل النظام السياسي المصري والدولة المصرية لكن الدولة أعطت ظهرها بالكامل لهذا التنظيم حيث اعتبرته تنظيم إرهابي لا يجوز التعاطي معه على أي مستوى سياسي بطبيعة الحال هناك رغبة عارمة لدى بعض الأطراف ربما ظهرت في جبهة منير الذي حوال مغازلة الدولة المصرية في السابق لكنها أدارت أيضاً ظهرها له لدعواها التخريبية وبالتالي دعوة الحوار ربما الإخوان غير مدعوون إليها شكراً جزيلاً لك من القاهرة أحمد بان الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر